اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يوصل البلد المكانة كلش حلوة مكانة احنا اللي نتمنى يكون بها بلدنا الحبيب العرار فبالنتيج اليوم اذا بدينا بنفسنا صدقوني الحكومة تلقائيا رح تبدأ هي تتصرف على هالأساس وتحاول تحافظ على الخدمات اللي انتوا سويتوها مجانيا واللي دفعتوها من جيوبكم الخاصة في سبيل تعيشون حياة كريمة وما بها اي مشاكل فموضوعنا رح يكون في الفقرة التفاعلية لهذا اليوم تابع للحلقات السابقة وهو سواء ممكن نساهم بتغييد جزء من السلبيات اللي نشوفها وشن الشغلات اللي شفتوها بدولة ثانية وتتمنون ان تكون هاي الشغلات موجودة اليوم في العرار قادر موضوعنا التفاعلية اللي رح اخر مشاركاتكم وتعليقاتكم من خلال صفحتنا على الفيسبوك صفحة برنامج الصراحة الظاهرة وايضا من خلال اتصالات هلالقام اللي رح تظهر في الفقرة التفاعلية اما الآن مشاهدين خلونا ننتقل لأولى فقرات برنامجنا وهي اخبار الصحف اشتركوا في القناة 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 لأنه يوفر لك اشتركوا في القناة المجالي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نلاحظ في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من يفرز اشتركوا في القناة طاقة بقيمة بقيمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ومتعمق بي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انت لمتاب hide اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وأشتركوا في القناة نعم انت لاحظت المحاكمة اللي صارت لصاحب فيسبوك بسبب اخترار اخر بعض الامريكا بامريكا نعم فبالنتيجة لازمو بها هاي السالفة مية بالمية شوف اي شي بي استخدام علاوي اي شي بي استخدام رح يكون ذو سلاحظوا حدين صح تقدر تستخدمه بالزين وبالموزين طيب نجع على الموزين احنا حاليا دا ننشر انت تنشر واني انشر الفيسبوك بي خاصية دا يعرف انت وين تروح واشتاكل وتشرب وياما وشن شعورك وشخصيتك متسرع متهور عصبي هادئ رومانسي كاذب صادق اكثر من اهلك نعم في حين وصلت درجة علي انه حاليا اكو شركات احنا دا نحشي خارج الشرق الاوسط بشكل عام بشكل عام حاليا اكو شركات انت كموظف انت مقدم برنامج تروح تتقابله بقناة معينة في سبيل تقبلك او ترفضك او كل سؤال يسألك اياه قبل طيني اهاي داتا وعبي بياناتك هسا شكرا انطينا حسابك على الفيسبوك موجودة موجودة يدخل على حسابك بالفيسبوك شي سوي ينطي تطبيق معين يحللك شخصيتك من خلال التعليق التعلقه من خلال الصور التنشرها من خلال خصوصيتك وين الاماكن اللي انت تدخلها غالية لو رخيصة انت تسوي تشيك ان انا بمطعم فلان هو اخذ داتا انت تقود سيارة مرسيدس انت دخلت على صفحة فورد انت تروح على دائم المسافر الى في مطار فلان انت جمعت عنك داتا وسلمتها تفضل اخذ وداتا حقيقية داتا حقيقية انت من تجيش تسوي هسا حاليا الفيسبوك من ارض اشغل على الممول لشركة موحكم وظيفتي عملي اسأل صاحب البراند هل انت تذوق الطبقة المتوسطة لو الفقيرة لو الغنية شلون تقدر اولا اقدر اعرف تليفونك اللي انت فاتح به ايفون اكس مثلا اقدر اعرف انت كم كوفي شوب تدخل اغالي 5 ستار باليوم كم فندق تسافر لو ما تسافر راح اعرفك انت من الطبقة الغنية اللي تدخل على التنزيلات و تدور تصفيات و اوتلت شو راح تدخل على الطبقة اللو ممكن اللو و الوسط بس قدرت اوصل للمقابل شلو شخصيتها اكو شركة تأمين حاليا ما توافق على اعطائك تأمين سيارة اذا انت ما تنطيها الفيسبوك وتدخل هل انت متهور متسرع تمشي سريع وين السيارات تروح الاماكن اللي تروح لها هل تطلع غابات تطلع اماكن انت اليوم ما صار حياتك خاصة بك ابدا انت حياتك كل خصوصيتك ملك الفيسبوك ملك الابليكيشن كله بإمكاني ان اوصلت اليوم مثلا عماري اليوم ويايا بستوديا قناة سامراء عماري نزع على سناب شاته عن انستجرام بسامراء علي اليوم مثلا طلع سفر المكان معين نزع على سناب شاته عن انستجرام بالنتيجة ما راح اخلي شخص ما يارف مية ثموية وهذا انا بصراحة اعتبره شي سلبي لهذا اليوم اغلب الفناني الي نشوفهم يحاول يعني يتحدى نفسي يقولك انا احاول ابتعد عن موضوع انه انزل يوم كامل مرة هنزل كل شيء اما تواصل اجتماعي ولا افتح انترنت صار تحدي الموضوع انه اليوم اقدر لو ما اقدر حتى اربط بكلامك صار تحدي صح بما انه صار تحدي يعني اكو ادمان بالموضوع يعني الفنان من يجي اكيد راح يجي كله مدح وفنان واوا قليل من يجي لا هي تجي حسب جمهورك اكثر من الايجابي لان مستحيل انت فنان وناس تكرهك وتخليهم جمهورك مستحيل تجيك مثلا ثلاثين بالمية ذنب وسبعين بالمية مدح انا ذولي سبعين بالمية تشغل عندي الهرمون الدوبامين راح يفرز انا اريد شون المدخن المدخن تتحدى نفسك تدخل لو ما تدخن نفس الشي صار ادمان يعني تأكيدا لكلامي انه صار انه تنزل لو ما تنزل اليوم انا اكتب مغلق للامتحانات اغلب الطلاب يسوها مغلق الامتحانات بعد ساعة ما قدر على نفسه رجع فتح نقطة ثانية لازم اتطرق لها موضوع المراهقين من يستخدم اكثر سوشال ميديا المراهقين الفترة اللي هي تبدي من 12 الى 18 سنة هم اكثر شي على الانلاين شنو السلبيته هنا على المراهقين الشخص بصورة عامة سواء الذكر او الانثى بعمر المراهقة راح يبدي يكتسب ابوي اخذوي يطلع يعرف على فلان يعرف على فلان 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 هاي العادة التقليدية احنا عدنا منصرهش موقف تصرف كذا ليش لان احنا نقول عليه بالعامية عجينة بيدك تقدر تسوي بي وتصنع من عنده شنو تريد صح؟ طيب بهذا العمر اذا ابتعد عن الواقع والتجى على الكومنت والشير واللايك صار كل تركيزه يحفظ كم لايك اجاه يحفظ شعل اللقش انشر اي قروب جيب لي صورة عن حزن جيب لي صورة عن حب صورة رومانسية كذا كذا فابتعد وين ابتعد وين ابتعد عن الواقع ما يتصدم باي مشكلة هو ما راح يقدر يحلها طيب صارت دراسة صارت دراسة امريكية دراسة انه هل هذا سلبي او ايجابي وصله من نتيجة انه صار واقع لازم نتقبله ونتعامل معه ما تقدر تسحب التليفون ولكن نحاول ولأسف فضيقة الوقت عمرات اشتتمنى ان ناخذ بعد ننقوض بهذا الحديث للموضوع طويل ولكن نحن نحاول نسيطر على الموجودة تمثل ما قلت سوء واقع نعم نتعامل ويا نتعامل ويا هذا الواقع بالصدق نحن اليوم نتابع اطفالنا نراقبهم شوية ننطيهم الايباد ممكن او يتستخدموا المواقع التواصل الاجتماعي في سيبين هماتين يقضون وقت عليه حلو بسبب سوء الاوضاع اليوم بالعراق ما يقدرون مثلا الاطفال يطلعون متنزه المتنفس الوحيد اليك المنصة الي تعبر انت بها عن داخلك وحدك حتى ذاتي نختب انه مجرد ما هو هرمون شنو اسمه المكافئات او نتعامل ويا الطفل او ويا المراقب بنظام المكافئات اذا سويت شيء انطيك هو كيف على المكافئة مو كيف على الايباد فاحنا نتعامل مع اولادنا بطريقة المكافئات والحب ونكسبهم ونحاول جهد الامكان خصوصياتنا نحتفظ فيها في سبيل ما حد يستغلها اشخاص قبل الشركات يعني اكو انا مثلا هسا بنت تجي تشكيلي انا بامكاني ان استغل هاي هي لقطة الضعف اللي هي بي وده صير هاي المشاكل حاليا اليوم همشي عندنا الوعي مواضيع مواقع التواصل الاجتماعي نعرف نتعامل وياها علميا بالتأكيد عماران جدا سعيد اليوم بلقاك حلو اليوم انا شوفي شباب وايه مثقفة وجيلنا احنا اليوم هو الجيل اليمني هو الجيل الاخدام هذا البلد احنا اليوم لازم نكون واعين ومثقفين بكل شيء يصير بحياتنا سواء فيما في السوشال ميديا في حياتنا الخاصة بكل شيء واتمنى ان شاء الله يكوننا لقاء بحلقة ان شاء الله ونخوض بمواضيع اخرى مشاهدين هنا نكون وصلنا انياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم وختامها مسكان مع عمار الهيتي بالتأكيد اما الان مشاهدين ننتقل الى اخر فقرات برنامجنا وهي حدث في مثل هذا اليوم والقاكم في حلقات قادمة ان شاء الله الى اللقاء اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة